بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي اعمل ايميل جيميل علشان اعمل ايميل جيميل لو بصيت في صفحة جوجل الرئيسية هلاقي في فوق كلمة جيميل ممكن اضغط عليها هتوديني لموقع جيميل هلاقي فوق هل تستخدم جيميل لأول مرة انشاء حساب هاضغط على كلمة انشاء حساب المكتوب بالاحمر وابتدي امن الخنات ديت عشان يكون عندي ايميل على جيميل اول حاجة الاسم ونفرض ان في شخص اسمه احمد سامي فهنبتدي نكتب الاسم الاول احمد والاسم الاخير سامي بعد جدا نختار اسم المستخدم اسم المستخدم اللي هو كزا add gmail.com اللي احنا بنقول عليه بالانجليزي الايميل. الايميل ده في جوجل او في موقع جيميل بيكون متكون حاجات فقط لغير. حروف وارقام ونقط ما ينفعش يكون في علامات. يعني ما ينفعش في واجب ان أي علامة الشباك ما ينفعش يكون في اي علامة من علامات ديت. فاناه هلتزم بالكلام دوت يختار الاسم اكتبه. طبعا لازم ان يكون اسم الايميل بالانجليزي. ما ينفعش بالعرب. احمد سامي 1980 مثلا نختار له تاريخ ميلاد. لو ضغطت تحت هنلاقي اني بيقول لي ان هو مستخدم قبل كده. طب ايه الحل? ايه الحل ان احنا نزود فيه او نعدل فيه بعض التعديلات. انا مسلا ممكن اكتب قدامه كلمة مستر ام او باية مستر احمد سامي 1980. بعد كده انزل تحت عشان اكتب كلمة المرور. كلمة المرور ديت. اه جوجل بيشرط عليك ان هي تكون من 8 حروف على الال. ويفضل طبعا ان هي تكون مكونة من حروف ارقام وعلامات ويصعب توقعها. يعني ما لهاش علاقة برقب موبايلك مثلا علشان لا يسهل توقعها وبالتالي لا يمكن سرقتها. ممكن مسلا نكتب كلمة مرور حروف وبعدين ارقام وبعدين علامات او بالترتيب اللي راحك. طبعا كلمة المرور في الحال ديت بيقول ان هي قوية جدا نتيجة ان انا عملت الثلاث حاجات حروف وارقام وعلامات. طبعا ممكن كلمة المرور ما تتبقش يعني انت تكتب كلمة المرور فوق صح وتحت غلط فانت لازمة تتأكد من كلمة المرور عشان كده هو بيطلب منك ان تكتبها مرتين. بعد كده نروح على تاريخ الميلاد نختار له تاريخ ميلاد اللي يكون تسعة سبتمبر الف تسعمية وتمانين. بعد كده الجنس نختاره وذكر. بعد كده الهاتف الجوال. رقم الموبايل يفضل انك تكتب رقم موبايل حقيقي. ليه? لان في طريقتين يتأكد من شخصيتك. الطريقة الاولانية ان هو يبعث لك رسالة على الموبايل. والطريقة التانية ان هو يبعث لك رسالة على ايميل تاني. يعني هو هنا يطلب منك الموبايل والاميل التاني اللي عندك اللي هو لو انت عندك ايميل دلوقتي. يعني لو مش ده اول ايميل تعمله في حياتك وعندك ايميلات تانية. مفروض تكتب ايميل من ايميلاتك هنا. وتكتب رقم موبايلك هنا. علشان في حالة لو نشيت كلمة السر. تقدر تسترجع الايميل بتاعك ده وما يضعش عليك. عن طريق انك تخش على ايميل تاني وتقول له ابعث لي كلمة السر عليك. طيب انا يفضل تاني من اكد ان يفضل تكتب رقم الموبايل الحقيقي. وليكن هنقول ان ده رقم موبايل واهم اهو. وبعدين نيجي على عنوان بايدك الالكتروني لو حافظ بريد الكتروني ديك او عندك بريد الكتروني تكتبه هنا. لو ما عندكش خلاص. اثبات انك لاست ريبوت. بعد جده بنخش على خطوة تحقيق الشخصية. خطوة تحقيق الشخصية ديت. يا اما بتكتب الكلمتين اللي موجودين قدامك دول. طبعا لو مش واضحين ممكن تعمل 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 من هنا. لحد ما يزهر قدامك كلمتين واضحين. يا اما في حاجة تانية بقى. انك تضغط على علامة صح وتعمل عملية تخطي. في الحالة ديت هيبعث لك رسالة على الموبايل فيها كود. الكود ده هو اللي بيثبت انك صاحب الايميل دوت. يبقى الكود ده بعد كده بتفعل به الايميل. يبقى عندناها طريق تاني. الطريق الاولاني عن طريق رقم الموبايل عشان كده بنقول لازمان رقم الموبايل بحقيقي. ويكون رقم موبايلك فعلا. الطريقة التانية انك تكتب الكلام اللي موجود في الصورة. احنا طبعا هنا هنفتغر الحل بتاع الصورة. كده كتبنا الكلمتين اللي موجودين في الصورة. طبعا في طريقة تانية لموضوع الصورة ده وهو انك لو كلام مش واضح انك تخليه اا يعمل لك اا اختبار تحقق من الصوت. يعني ينطق لك الحروف ديت وانت تكتبها. بدل ما بدل ما تشوفها في الصورة ينتقه لك هو. بعد جده بتختار الموقع بتاعك. طبعا الموقع هو مختاره مص لو كان فيه تعديل. انت ممكن تختار الدولة اللي انت فيها. بعد جده تقول له ووافق على بنود الاستخدام. الحاجة اللي بعدها ديت انك بتوافق على عمل حساب على جوجل بلاس. جوجل بلاس ده الموقع اللي جوجل عملاه اا كشبكة تواصل اجتماعي زي مسلا موقع فيسبوك اا الشهير جوجل عملا موقع زيه بالزبط اسمه جوجل بلاس. كشبكة تواصل اجتماعي. في هنا معلومة ان الاكاونت ده لما احنا هنعمل الخطوة التالية ديت. نضغط عليها. الاكاونت اللي انت عملته ده. اتحلك فرصة ان بقى عندك تلات حاجات. اول حاجة ايميل. تاني حاجة اكاونت على جوجل بلاس اللي هو شبكة تواصل اجتماعي. تالت حاجة اكاونت على اليوتيوب. اللي هو اشهر موقع تداول فيديوهات على الانترنت. يبقى انت باكاونت واحد بقى عندك اكتر من حاجة. تيم ميزة في جوجل ان هي بتعمل اكاونت واحد لكل خدمتها. بعد كده تضغط الخطوة التالية كمان مرة. بعد كده تقول متابعة الى جيميل. طبعا بيكتب لك اسم الايميل بتاعك مستر احمد سامي الف سوما وتمانين ات جيميل دوتكو. كده بيحمل الايميل طالما وصلنا الخطوة دي بانت حصلت فعلا على الايميل. هتشوف شكله قدامك دلوقتي. كده ما عندك ايميل. تقدر تستقبل وترسل من عليه رسالة انت عايزة. ادي البيدي الوارد وادي البيدي المرسل. وادي اه جيميل باعت لك اكتر من رسالة ترحيب. وبيقولك انك ممكن تدخل على الايميل اللي انت عملته ده. اه من الموبايل كمان. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. شكرا جزيلا علي حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر